أهلاً وسهلاً فيكم أخواني و أخواتي ورجعنا لكم موضوع حلقتنا اليوم موضوع جميل الأدب مع الله عز وجل هذا الشيء والله نحتاجه خاصاً في هذا الوقت نحتاج أن نعلم أبنائنا نحتاج أن نعلم أنفسنا نعلم الناس بضرورة الأدب مع الله عز وجل في الكلام بالأفعال بالأسلوب والله يا أخوان محتاجين هذا الأدب يعني تلقون بعض الناس لما يسأل الله عز وجل ما يسأل حتى ألفاظه يعني مرة وحدة تقول يا ربي في ديتك في ديتك يا رب كلمة هذه تقال ممكن تقال البشر لكن بهذه الطريقة في ديتك كأنك تخاطب منه أنت تخاطبين زوج ولا تخاطبين أبن ولا ليس بهذه الطريقة ما لكم لا ترجون لله وقارا قال الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم يستحب لكاتب الحديث الذي يكتبون الأحاديث والمصاحب وكذا إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل يعني واحد مثلا قبل أن يحطي آية قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى قال رب العالمين هذا هو الأدب هذا كله يدخل في الأدب مع الله عز وجل اسم الله عز وجل لواحد ما يحطيه في أي مكان هذا من الأدب مع الله عز وجل أنه حتى البعض نشوفه يعلق في سيارته من وراء تلقى يعلق أذكار هذه الأخوان ويها الأغبار وكذا حتى أن الإمام بن عثيمين رحمة الله عليه أفتى بعدم الجواز بعدم الجواز الواحد يحطيه أنت تحب الله عز وجل ترى حب الله عز وجل ما يسأل الله عز وجل بأسماءه يعني بصفات الله عز وجل يقول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يعني تعرفون كيف الإلحاد نسمي الله بغير إسمه ما نسمي الإلحاد يعني التحريف أو التشبيه مثال عبد العاطي الآن في من أسماء الله العاطي ما في من أسماء الله العاطي وين طلعوا العاطي هذا عبد الموجود ما في من أسماء الله عبد الموجود حتى البعض ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ستار أو يا ساتر الله عز وجل يسترك من صفات الله عز وجل لكن لا يوجد من أسماء الله عز وجل ستار يا ساتر ليس من أسماء الله عز وجل من أسماء الله عز وجل ستير لأن الله عز وجل كثير ستر فسمى نفسه ستير فانتفوا يا أخواني و أخواتي في كل شيء حتى بعض الممكن يمكن البعض يحطي تلبس أشياء كلها عليها أسماء الله وتدخل فيها ممكن دورات المياه هذا كلها لا يوجد أدب مع الله عز و جل لا بد أن ننتبه يا أخواني و أخواتي في كل شيء الأدب ترى مع الله في ألفاظنا حتى الإنسان لما يعصي معصية الله عز و جل هذا لا يوجد أدب لما يستطر بين الناس و لا يشوفه يعصي الله عز و جل هذا لا يوجد أدب ليه تعرفون ليه الله عز و جل يقول عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك هذا الإنسان ليس مؤدب خفت أنت من الناس و لم أخفت من الله عز و جل أعطيكم مثال عيسى عليه السلام بعد ما الله عز و جل رفعه الناس قاموا يتخذون عيسى عليه السلام إله و أمه من دون الله عز و جل فالله عز و جل يوم القيامة يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني و أمي إلهيني من دون الله شو الرد ممكن يقول لا يحتم الإجابة تقول لا أنا ما قلت لهم غاص لكن الأدب مع الله عز و جل شو قال عيسى عليه السلام قال سبحانك أول شيء نزه الله عز و جل قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما أنا ما أقول أن الشيء هذا مو من حقي العبادة مش من حقي يا الله عز و جل مش من حقي أن الناس تعبدني مش من حقي أني أقول له ما الكلام فقال ما قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي و ربكم ما قلت لهم إلا أن أعبد الله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى الآن ما قال لا فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم و أنت على كل شيء شهيد يا رب أن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العليم و الحكيم شوفوا كيف الأدب مع الله عز و جل يعني ما أنكر لا أنا ما قلت لا لا هذا كلها أدب مع الله عز و جل في اختيار الألفاظ هذا يليها دور يا أخواني و خواتي لابد أننا نتعلم هذا الشيء و نعلم أبنائنا أننا كيف نكون مؤدبين مع الله عز و جل مثل ما الله عز و جل يبغي مثل ما الله عز و جل يبغي في القرآن أسأل الله أن يؤدبنا بالقرآن وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة